كما استشهد وأصيب ستة مدنيين إثر قصف صاروخي للميليشيات الحوثية على محطة وقود للمشتقات النفطية في مديرية عين بشبوى واستادفت ميليشي الحوثي محطة أبو السر العقيل للمشتقات النفطية في منطقة جعدر بصاروخ فلسطية أسفر عن استشهاد أربعة مواطنين وهم أحمد عبدالله العقيل مبارك أحمد العقيل فهد صالح العقيل علي قاسم العقيل وأصيب اثنان آخران بالإضافة إلى احتراق عدد من سيارات المواطنين وقامت الفرق الطبية بإصعاف الجرحة إلى المستشفى لتلقي الإصعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة وتأتي هذه الجريمة الحوثية المروعة بحق المدنيين انتقاما من أهالي مديرية عين بعد تحريرها وطرد الميليشيات منها من قبل أولوية العملقة